في إحدى الحدائق العامة بقلب العاصمة لندن خيمة رمضانية نصبت للمرة الخامسة على التوالي على أعمدة الفرح بشهر رمضان الكريم وشدت بواسطة رابطة العالم الإسلامي وثبتت بحبال تشدها أيدي المتطوعين من المسلمين وغيرهم وأوتاد مشروع الخيمة الرمضانية فهدف بسيط جداً عندنا إفتارات ونزع الأكل على الجميع المسلمين وغير المسلمين حتى عندنا المتسولين يساعدوننا من كل نحاء العالم والذي يحضرون معنا من بريطانيا ومن غير بريطانيا من أوروبا، من آسيا، من أفريقيا، من أمريكا والهدف أنه خاصة اليوم بهذا الجو وشايفين الإسلامفوبيا يكثر أكثر أكثر لنحن بدنا نصور الصورة الإيجابية وصورة حقيقية عن دين الإسلام محاضرات قبل الإفتار يقدمها العديد من الشخصيات في الحقل السياسي وغيره من الحقول التي تهتم بالمجتمع البريطاني ككتلة واحدة سفرة الرمضانية اجتمع عليها الجميع من مختلف الأديان والأعراق لسان حالهم يقول في شهر الخير والبركات لا مجال للتفرقة والشتات روحانية جلبت لهذا المكان رونقا خاص استطاعت أن تنشر في زواياه التعايش مع الغير في شهر احتوى المجتمع بكل أطيافه ليثبت مدى أهمية هذا الشهر لدى المسلمين وغيرهم رمضان يعني الراحة التأمل والانضباط انضباط رائع على مستوى العالم كله من أجل القيام بأعمال فاضلة أنا مسيحي ولدينا فترة مشابهة لهذا ويجب أن نقف معا لنغير العالم نحو الأفضل مشاغل الحياة وضوضائية المدينة يقف من دونها رمضان لخلق بيئة اجتماعية تتلاقى من خلالها الثقافات لتخرج بمفهوم التعارف والتآلف جميعنا ولدنا مسلمين وهذا من فضل ربي وهنا اليوم نرى الكثير من الناس بدأوا في إحياء خدمة الدين وهذا هو المطلب لتعزيز الوحدة ونشرها في كل مكان تأتي هذه الخيمة الرمضانية في وقت يشهد فيه هذا البلد ذو التعددية الدينية والفكرية حالة من الإسلاموفوبيا لتثبت أن الإسلام دين السلم والسلام بدر العزمي الإخبارية لندن